السلام عليكم شو اللي صار فيه 7 أكتوبر؟ وشو اللي تغير بعد 7 أكتوبر؟ أسئلة كل واحد فينا سألها بس شاف اقتحام مقاتلي القسام للجدار العازل باتجاه مستوطنات ومقرات خلاف غزة بعد المفاجأة الكبيرة والحدث الكبير اللي ما شافت زيه فلسطين ولا المنطقة كلها في كل تاريخ القضية الفلسطينية المشهد السياسي الفلسطيني فجأة بدون مقدمات في غضون ساعات معدودة اتغير بلا رجعة صحيح أنه هالتغير ورصده بشكل شامل بحتاجه شوية وقت أقلها بس تتخلص هالحرب لكن قدرين نرسم شوي مما لمحو بس هالأمر بحتاج منه نرجع بالتاريخ شوي مش كتير ونحط سياق سياسي واجتماعي للحدث قبل عام 2021 تحديدا قبل معركة سيف القدس كيف كان المشهد السياسي الفلسطيني أسود معتم جدا الحديث كان بدور وقته عن صفقة القرن وصفقات ترامب ولقاءات كوشنر وكله كان بدو يسرع عمليات التطبيع في المنطقة وبهديك الفترة بالذات صارت إعلانات كارثية إعلان نقل السفارة الأمريكية للقدس 2018 بعدها بسنتين إعلان ضم الاحتلال للأراضي بالضفة اللي إسرائيل أصلا كانت البلشة فيه فعليا بس لما إجت الإعلان وإجت هالأحداث وما صار فيه أي ردات فعل تذكر هذا كان بيعني لإسرائيل أشياء كتيرة كان بيعني لها ضوء أخضر من كل المجتمع الدولي وغيره بأنه ما فيه إشي بيمنعك تكملي بمزيد من الاستيطان والاحتلال في كل هذا السياق من استعانة إسرائيل بالأمريكان وبالمجتمع الدولي اللي شرعنت ممارساتها بالمقابل كان فيه غياب تام لأي مشروع سياسي وطني تحرري جامع اللي كان ممكن يواجه هالنوع من المشاريع المدعوم دوليا خد عندك منظمة التحرير الفلسطينية اللي كانت مشروع الفلسطينيين اللي خلى قضيتهم حية وفاعلة جرى اختزالها في السلطة الفلسطينية اللي بنشوفها في الإدنات وفي المطالبات المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية وحقوق الإنسان وغيره التنظيمات في الضفة جرى تفكيكها بعد الانتفاضة الثانية تماما وكل اللي بتقوم فيه بعض الفصائل إدنات واستنكرات لجرائم الاحتلال باختصار اللي كان بنظر للمشهد السياسي العام الفلسطيني على المستوى المادي على الأرض وعلى المستوى العقلاني والمنطقي المشهد كان جدا معدم واللي كان بشيع وقتها بين الناس إنه القضية الفلسطينية خلصت وبلش عداد انتهاءها وبلش لعدة تنازل تباحها في كل هذا السياق الصعب والمعقد والمغلق جاءت سيف القدس بس يا جماع بدنا ننتبه من نقطة كتير مهمة وهي اللي بتحدد مصار الأمر مصار الحدث مصار فهم الحدث لا يمكن لنا فهم طوفان الأقصى بدون فهم سيف القدس ليش؟ لأنها كانت نقطة الانطلاق للإعداد للحظة 7 أكتوبر 7 أكتوبر المجيد تصريح أبو عبيدة معركتنا الحالية ابتدأت من حيث انتهت عملية سيف القدس التي وحدت الساحات الفلسطينية وحدتها بعد مواجهات محتدمة بين الناس في القدس على قضية حي الشيخ جراح اللي امتدت للضفة وأراضي عام 48 كلها للدفاع عن الانتهاكات انتهاكات الاحتلال في القدس والأقصى في هاي اللحظة من تصعيد الاحتلال المستوطني أعلنت المقاومة في غزة بدء معركة سيف القدس شو الجديد كان وقتها؟ بشكل أساسي أن المقاومة أخذت زمام المبادرة شو يعني أخذت زمام المبادرة؟ ايش يعني هالكلام؟ يعني الخطة الإسرائيلية في حشر سلاح المقاومة في غزة وتعطيله وأنه مقتصر بس على الدفاع عن قضايا الناس المعيشية أفتحوا معابر سكروا معابر دخلوا من حهان دخلوا واش من حهان؟ كل هذه الخطة فشلت ما زبطت والمقاومة قررت توسيع فعالية سلاحها ليشمل فلسطين كل فلسطين وهون كان أول مرة من النكبة الناس بتشعر رغم كل التقطيعات المعمولة على الجغرافيا الفلسطينية أنه فلسطين وحدة وأنه في خطوط حمر ممنوع الاحتلال يتجوزها وأبرزها كان اقتحام المستوطني للأقصى خرجت الناس بعد سيف القدس وفي ذهنها أنه المقاومة المتمثلة برمز الضيف هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني وكلنا شفنا المقاومة تحصد على إثر هالمعركة كتير من الإنجازات والمكتسبات اللي خلت كل الناس تحكي وقتها إحنا بعد سيف القدس مش زي قبلها لكن اللي صار أنه بعد انتهاء سيف القدس إسرائيل أمعنت في إجرامها توغلت في الاستيطان في الضفة أكثر من قبل عد عندك الحكومة حكومة الاحتلال مخططات لإقامة 12885 وحدة استيطانية في الضفة الغربية الاحتلال عربت في ساحات الأقصى تمهيدا لتقسيمه زمنيا أكثر من قبل تجاوز أعداد المقتحمين 41 ألف في أول 9 شهور بس من هذا العام ضيق الاحتلال للحصار على أهلنا بالقطاع أكثر من قبل استفردت إسرائيل بأهلنا في الداخل بمجموعة كبيرة من الاعتقالات والأحكام الكبيرة على إثر مشاركتهم بسيف القدس استفردت بالجهاد الإسلامي كلنا شفنا الاستفراد اللي صار في قطاع غزة بدون تدخل المكون الرئيسي للمقاومة كتائب القسام ما دخلت بشكل مباشر في كل هذه اللحظات الناس بدأ إيمانها بكل ما قالت وفعلت المقاومة ينزل والناس اللي بالأساس كانت ضد المقاومة قالوا لك بس هادي فرصتنا عشان نزاود على المقاومة في هذه الأثناء اشتعلت الضفة الغربية شفنا نمط جديد من العمل المقاومة المجموعات المسلحة اللي بلشت تطلع حبة حبة بعد سيف القدس كتيب الجنين عنين الأسود كتيب الطول كرم وغيرها كتير وشفنا المقاومة بتطور شوي شوي انتقلت من عمليات الدهس والطعن اللي انتشرت في السنوات السابقة لعشرات العمليات النوعية أكثر من نصف العمليات صارت تستخدم فيها أسلحة جديدة مش تصنيعية زي الكارلو صارنا نشوف الـ M16 صارنا نشوف العبوات الناسفة بتفوت على الخط وعبوات متفجرة وصارت الضفة مشتعلة كل يوم والتاني شهداء في المقابل بسقط عدد لبأس فيه من القتلى الإسرائيليين مثلا ان قتل عنا في النصف الأول من عام 2023 28 إسرائيلي الاحتلال لما شاف أن الضفة صارت عبارة عن صفيح ساخن وأن المرجهات والاشتباكات كل يوم قاعدة بتزيد وبتكتر راح إيش عمل زود الضفة بكتائب من فرقة غزة المسؤولة عن مراقبة غزة وتأمين المستوطنات والمقارات اللي حواليها ليش لأنه غزة نايمة ليش نحط الثقل في غزة الجماعة نايمين وقصتهم كلها معبر ومش معبر خلال كل هاي الأحداث اللي مرت بالقضية وكانت الناس بتظن أنه المقاومة لا تتدخل لأنه جرى تقييدها بالقضايا المعيشية وبالمعابر والحدويت هاي كانت المقاومة شغالة للحظة سبعة أكتوبر شوفوا أبو عبيدة إيش قال مارسنا خداعا استراتيجيا ضد الاحتلال وكنا نعض على الجرح شوف هالكلمة كنا نعض على الجرح ومررنا عددا من المواجهات كنا نخدع الاحتلال فيها بمشهد حيات غير حقيقة كنا منقوله أنه احنا برا القصة هاي احنا بس موضوعنا حياتي وشوية أشياء هيك مرقلنا إياها وبيمشي الحال لكن كنا بنعد بقوة لهذه المعركة التاريخية في هذا السياق التاريخي والسياسي انبثقت لخضة طوفان الأقصى قبل طوفان الأقصى كانت منجزات سيف القدس محل تساؤل بس إجت المعركة الحالية وعملت قفزة في كل مخيلتنا السياسية اللي عمرها الناس ما كانت تحلم فيها هالمعركة بالذات كانت متفوقة بطريقة رهيبة ومتطورة على عدة مستويات في الاستخبارات في الأمن في العسكر في السياسة في كل شيء احنا يا جماعة بنحكي عن القطاع ما بتجارز مساحته 360 كيلومتر مربع مراقب بأكبر وأذكى قوة مراقبة موجودة في هالعالم إسرائيل بتتباهى بمراقبتها اللي شغال عليها على غزة بتتفاخر بقدرتها على امتلاك كل هذه المعلومات إسرائيل البعض كان يقول بتشوف النملة وهي داخل غزة وهي طالعة من غزة لكن تبين حجم كل هذه المبالغات وتبين حجم الوهم في هذه القوة التي تدعيها إسرائيل في اللحظة اللي نجحت فيها المقاومة في الإبقاء على معلومة طفان الأقصى بكل هذه السرية كل هذا الوقت وبعدي أن شفنا الفشل يتلو فشل شفنا فشل الاحتلال في مقابل التعتيم اللي مارست المقاومة شفنا المقاومة لما أطلقت مسيرات العودة في أيلون من هذا العام اللي شارك فيها نخبة من المقاومين اللي قدروا من خلالها يعملوا عملية إلهاء بأنه المقاومة مرة تانية معلش لازم أظن لي أعيد بهذه أنه المقاومة مركزة على الوضع المعيش للناس هذا اللي كان الكل يعتقده هذا اللي الكل كان مش يعتقده يشوفه واقع بس المقاومة تبين لاحقاً بيختبر مع عناصرها الثغرات اللي موجودة في السياج على القطاع وهذا اللي ظهر لما المقاومة اخترقت يوم سبع أكتوبر عاشرة من نقاط السياج حققت المقاومة هدف العملية في اللحظة اللي دخل جنود هالجدار الأمني اللي صرفت عليه إسرائيل دم قلبها أكتر من مليار دولار صرفت إسرائيل على هالجدار اللي فاتوه الشباب على طول جدار أطلقت عليه إسرائيل وكانت تتباهى الجدار الذكي وفيش أغبة من هيك انتو عارفين هذا الجدار يا جماعة بس عشان الصور هيك هذا الجدار طول وطول القطاع وبحوط القطاع تقريباً 65 كيلو متر عمقه مش متر ومترين ومش عشرة ومش خمستاش 25 متر تحت الأرض ومزود عند عندك خرسانة طبقات خرسانية وحديد واستشعارات وكاميرات وردارات إيش بدك كله موجود كل هذا عشان يأمنه من هذا الجانب إنه ما في أي هجمات من أي أنفاق هجومية أو حتى مفاجآت ممكن تسير من المقاومة لكن اللي صار إنه المقاومة أمام كل هذا التحصين استطاعت بذكاء 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 تتغلب على كل هذا الأمر 1200 مقاتل مدعومين ب1500 آخرين استهدفوا أكثر من خمسة وخمسين هدف عسكري بنفس الوقت اللي أطلق فيه القسام 5000 صاروخ في ذات الوقت مظليين من وحدة سرب سقر اللي يقاموا بعملية إنزال وإلهاء من الجو كوماندوس بحر تسلل من البحر على عسقلان بنفس الوقت طائرات مصيرة للمقاومة المقاومة بتعطل شبكات الاتصال مشهد سمعت أنا مراسل فديك اللحظة بيقول لك إحنا أمام خيال علمي إحنا بنعيش مشاهد من مشاهد أفلام الخيال العلمي وبعدين المقاومة أول شيء بتقتحمه هو مقر فرقة غزة اللي بتحتوى على 15 مقر وجرى تعطيلها مع مقرات أخرى زي وحدة 8200 التابع للجهاز الاستخبارات قتل وأسر جنود وضباط وطم السيطرة على المقرات وبالتالي قطع الاتصال مع الجهات المسؤولة عن حماية الغلاف ولهيك هذا اللي بيفسر إنه جبات المقاومة كانت بتصرح في المستوطنات وبتقاتل وبتواجه وبتأسر والإحتلال المدة طويلة معهوش خبر ولا عارف حتى لم أصل الخبر هو مش عارف إيش بده يسويه كل هذا الذكاء اللي كان بيخبرنا عن الجهد اللي بذلته المقاومة في عملية الإعداد والاستعداد في هاي العملية بالذات ضربت المقاومة فكرة إسرائيل القائمة على الردع والتخويف وأسطرت نفسها وكان من أهم إنجازات هالمعركة هو إنه تحرير فلسطين من بحرها لنهرها ممكن مش ممكن هو بلاش بكل هذا الوضوع وإنه هالمعركة فتحت الأفق السياسي اللي كان مسكر وكنا نعتقد إنه مسكر إلى غير رجعة هالمعركة إجت وكان من أعظم إنجازاتها إنه وضعت برنامج عمل للشعب الفلسطيني عنوانه تحرير فلسطين كل فلسطين واستعالة الأقصى حتى العرب والمسلمين اللي كان التطبيع مغطي على مشاعرهم وتضامنهم مع القضية شفناهم في هالأيام وما زلنا كيف حررهم طوفان الأقصى والله حررهم سرنا نشوف على المستوى النفسي وعلى مستوى إعلان التضامن ورفع السقف السياسي ضد الأنظمة كل عواصمنا العربية العواصل العالمية سرنا نشوفهم بس بالذات عربيا اليوم سرنا نشوفهم على منصات التواصل الاجتماعي سرنا نشوفهم بمظاهرات مساندة لفلسطين تعرف يا جماعة كل هذا بيذكرني في قاعدة في الحروب اللامة وتكافئة بتقول إذا اجتمعت نقاط ضعف القوي مع نقاط قوة الضعيف فإن الغلبة تكون للضعيف هذا جزء بسيط من اللي صار في لحظة 7 أكتوبر مقاتلين بعتاد قليل وظروف صعبة غلب وجيش بعتاد ثقيل وظروف داعمة دوليا مش ظروف هو كله كان داعم دولي حتى الآن ما في قدرة ممكن تفسرنا إيش اللي صار بالضبط وتخبرنا إيش اللي رح يترتب على هالمعركة ولوين الأمور ممكن تروح وشو بالضبط حققت هالمعركة من مكتسبات لكن لكن اللي بنعرفه منيح وكتير منيح إنه المشهد السياسي الفلسطيني قبل طوفان الأقصى مش زي بعده وإنه لأول مرة بتكون معركة بكل هذا الوضوح وإنها بداية على طريق التحرير من النهر إلى البحر لا 67 ولا 69 ولا 70 من النهر إلى البحر وإنه إسرائيل يا جماعة كسرت في نفوس الناس كسرت وإلى الأبد لهيك هي بتحاول بكل ما تملك اليوم تعويض هذا النقص قتلها للأطفال وقصفها للمستشفيات تعرفوا ليش؟ لأنه بتحاول لعله وعسد تحمي ذاكرة جديدة بدأت بالتشكل والسلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر